معي رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد سيد جاسم مساء الخير دائما ما كان من ضمن الاستراتيجيات التي وضعت ونفذت موضوع تشفيف منابع الإرهاب والتركيز على الناحية الاقتصادية أين وصلنا بهذا الموضوع قبل أن نتحدث عن هذه الخطوة اليوم؟ أي أشوات قطعت؟ رغم الجهود التي بذلتها على مستوى مجلس الأمن أو على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وحتى أقليميا لم تظهر أي نتائج يعني لحد الآن لم نحصل على أي نتائج أو بيانات أو إحصايات حول ما تم إنجاز من قبل المجتمع الدولي أو منظمات فيما يتعلق في أموال تنظيم داعش والجماعات المتطرفة ربما هناك تقارير من الخزانة الأمريكية لكن لم تظهر أي بيانات أو إحصائية بالمتابعة على الأرض كتنفيذ عمليات سيد جاسم هل ظهرت هكذا نتائج إيجابية من خلال تشفيف منابع الإرهاب؟ يعني عدم وجود أموال كافية كما كان بالأول خاصة بداعش اللي كان من أغنى التنظيمات يعتبر ببدايته صحيح؟ نعم بالتأكيد عندما تكون هناك عمليات إرهابية هذا يعني بأن التنظيم خاص على التمويل عند قدرة إلى تمويل العمليات الإرهابية لكن نلاحظ أنه خلال عام 2017 وخلال الربع الأول من عام 2018 لم تشهد هذا التنظيم لم ينفذ عمليات واسعة هذا يعني بأن هناك ضعف في التنظيم في التمويل وإذا يعني من خلال البيانات والحقاق بأن هذا التنظيم فعلا إذا تحدثنا عن تنظيم داعش تحديدا هو خسر خسر معاقلة وخسر أيضا مصادر التمويل البنوقة التي كانوا يسيطر عليها الثروات التي كانت يسيطر عليها أبار النفط التي كانوا يسيطر عليها فإذا فقد الكثير ولذلك الآن ما عدا بمعزل عن الجهد الاستخباراتي التحارف الدولي وقليمي ودولي نلاحظ أنه هناك لم تظهر يعني تنظيم داعش لم يعد يمتلك عنصر المبادرة بتنفيذ عمليات حتى وإن كانت فردية نوعية كل العمليات الموجودة هي من أنصار تنظيم داعش فإذا هذا يعتبر دلالة أن التنظيم فسر مصادر التمويل هل هذا التركيز اليوم وبمشاركة دول عديدة أكثر من سبعين دولة تقريباً ومنظمة يعزز فكرة بأنه انتهى عسكرياً إن كان داعش أو غيره من الجماعات القاعدة انتهى عسكرياً يعني حتى لو لم يكن بشكل كامل ولكن يعني انتهى بلي حد ما والتركيز الأكبر اليوم على تشفيف منابعه من أجل المستقبل ألا ينطلق مجدداً خوفاً من وجوده مجدداً وبعد حصوله على أموال نعم نستطيع القول بأن العمليات العسكرية الواسعة يعني انتهت فلذلك العمليات العسكرية في العراق وحتى في سوريا تم الإعلان عن انتهاءها ما موجود الآن عند الحدود العراقية السورية هي عمليات عسكرية محدودة فإذن نستطيع القول مثل ما ذكرت حضرتك أنه هناك مرحلة وهي مرحلة تشفيف الأموال وربما أيضاً تلحقها أنه موضوع محاربة التطرف ومحاربة الايدولوجيا المتطرفة صحيح يعني بوكأنه تسلسل يعني منعاً إعادة تعزيز وجوده بعدين الفكر من أجل الأجياء المقبلة سيد جاسم طيب فيما يتعلق بمصادر تمويل الإرهاب ما هي المصادر التي ما زالت تأتيه والتي تتخوف منها الدول ومن أجل طبعاً في اليوم حوار متكامل من أجل مقاربة موضوع محاربة محاربة أي مصادر لتمويله تنظيف داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المتطرفة لم تعد هي مجرد مجموعات سلفية جهادية أو ذات ايدولوجيا متطرفة ساذجة هي تملك أيضاً ربما في زمن العولة وفي زمن الاتصالات تملك الخبرات والقدرات فلذلك لديها الإمكانية في إدارة أموالها بشكل أو خلف شركات وهمية منها الصرافة شركات سياحة تجارة مقايدة الأموال إضافة إلى الإنترنت تعتبر الآن الإنترنت ومنصات الإنترنت خاصة تحدثنا كثيراً حول الشبكة المظلمة هناك أيضاً التبادل للأموال وكذلك الصبقات ولذلك نجد أنه إدارة الأموال ممكن أن يستطيع التنظيم إدارة أموالها من خلال هذه الواجهات الوهمية وكذلك الإنترنت للإفلات من القوانين والتشريعات التي تفرض القيود على حركة الأموال شكراً لك رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد